طيب إذا لا في دستور ولا في مجلس دستوري وكل المشاكل الطائفية بالبلد ليه ما مروحها الفيدرالية وأنه منخلص من كل إنه كل واحد بحل مشكلته بمنطقته وبيضلل نشير الوطني هو وزيته والأرز للكل وكل هاد الحكي البلطعمة إنه الجمعة الماضي ما نكت عم بحثة لأن تليليميار حكوا عن شغلة عن الفيدرالية قالوا إنه هي بتجمع ما بتقصم لحظة 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 كيف هم بتحكي هيك حكي شو؟ هم بتحضر تليليميار؟ الفيدرالية بالأساس هي نظام يعطي الناس حيثهم أوسع صلاحيات ممكنة تحدى ينظموا نفسهم بنفسهم أوكي تليليميار بعطيه أطراف كتير بلبنان بتعتبر إنه الحاجة بالفيدرالية تابو وإنه بتوصل لتقسيم البلد اللي بحاجة لينجمع مش يتفرق من أكتر الحجة المستعملة غير إنه الفيدرالية بتوصل لتقسيم هو إنه لبنان كتير صغير أصلاً فكيف بعد بدنا نزغله لولايات؟ انت هونو اختنأت يعني المشكلة هي في عجز القوى السياسية والقوى التي تدعي تمثيل المسيحيين بالذات في البلد في انتخاب رئيس الجمهورية أنا بتدل المشكلة في عجزك إنك تحل شي ملف إنه دايماً إنه تفقوا وأنا بمشي معكم طب ليه ما بيتفقوا وأنت مالك عازي؟ أنا من أول يوم لم أسعى ولم أطمح ولم أمارس أي شيء أنت من أول يوم لم تمارس شيء بالفعل طيب لحظة لحظة الفيدرالية شو؟ نقطع على دستور لأنه فيه شوائد نراجعه نصحح فيما يمكن أن نصحح أما القول الذهاب إلى الفيدرالية هذا ليست أول مرة كل مرة يتم فيها عجز عند فريق ما يطرح هذه الفيدرالية في بلد يكاد يكون مساحة وسكانا في حجم نصف مدينة في العالم إذا نصف مدينة ومع مدر يشيله زبالة مشكلة اللي مع الفيدرالية واللي ضد الفيدرالية إنه اتنيناتهم عم يحكوا عن لبنان متخيلينه براسه إنه بس أكيد مش لبنان اللي على الأرض لأن القصة مش إذا منقبل بالفيدرالية عاملها القصة يام نعترف فيها أما نضل على الدستور اللي ما أحدا معبره طيب مثلا بلبنان ممنوع الحشيش بس بلبقاه مسموح بلبنان فيك تبيع الكل بس بالضاحية وبصيدة ممنوع بلبنان بيحكوا عربي بالكسليك ممنوع بلبنان فيك تركب هارلي بصيدة الموتيكلات ممنوعة يعني كل المنطقة أساساً فتها حسابة وكل طايفة عندها حزبة ومدارسة وتلفزيونة إنه اللي عنده دستور اسمه اتفاق الطائف بيحكي عن إلغاء الطائفية لحيستسئل فيدرالية هلأ؟ الطائف بنتها بالسعودية ما خاصة بالطائفية أحسن بكتير اللي عنده دستور معمول بالسعودية جاي جاي أنه الفيدرالية يقول أنه عنا عاب